تتواصل عملية إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البرية وكان المعبر قد شهد حتى يوم أمس دخول أربع قوافل إغاثية حيث دخل إلى قطاع غزة حتى الآن خمس وستون شاحنة مساعدات تحتوي على أغذية ومستلزمات طبية ومواد إنسانية فضلا عن بعض شاحنات الوقود في هذه الأثناء تواصل مصر استقبال المساعدات الإنسانية الدولية عبر مطار العريش وللمزيد معنا من العريش مرسل التلفزيون المصري كريم بيبرس كريم بعد التحية تتواصل المساعدات الإنسانية دوليا وإقليميا ومن منظمات دولية أيضا ومن دول عربية وغربية لإغاثة المصابون والجرحة والشهداء وما يحدث أيضا في غزة بعد انقطاع الكهرباء ونقص الإمدادات سواء كانت الإمدادات الطبية أو الأغذية كيف ترى الوضع الآن وكم عدد الشاحنات التي وصلت حتى الآن نعم تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين بالفعل ما زالت المجهودات مستمرة من جميع الجهات في محاولة قوية لإصال هذه المساعدات إلى قطاع غزة إلى الفلسطينيين هناك حيث أن الاحتياجات تزداد يوما بعد يوم خصوصا من أن منظمة الصحة العالمية كانت قد أعلنت منذ يومين أن كافة الاحتياجات التي دخلت إلى قطاع غزة ليست كافية على الإطلاق بل نحتاج إلى أكثر منها من مئة مرة على الأقل دخل عدد الشاحنات التي دخلت حتى الآن لا تكفي أكثر من خمسة بالمئة فقط من الاحتياجات الخاصة بقطاع غزة وبناء على هذا الكلام كان هناك اليوم زيارة وفد من منظمة الصحة العالمية جاءوا بالفعل إلى مطار العريش الدولي ليستقبلوا أيضا جزء من المساعدات التي تأتي من منظمة الصحة العالمية والتي كانت قد أعلنت عنها من قبل وعدد كبير آخر من الدول الذين أرسلوا هذه المساعدات اليوم فقط واصل أكثر من خمس طائرات من مساعدات من دول مختلفة بالإضافة لطائرة خاصة من منظمة الصحة العالمية ثم تحركوا بعد ذلك ليقوموا بجولة في مستشفى العريش وأيضا بعض المخازن الخاصة بها الهلال الأحمر المصري وكان هناك أحاديث حول بناء مستشفى ميداني من أمام بوابة رفح في محاولة للضغط أيضا ضمن المجهودات على الجانب الآخر لاستخراج أو خروج بعض المصابين أو الحالات الحرجة اللي يتم علاجها هنا على الأراضي المصرية ولكن في هذه المستشفيات الميدانية كان هناك حديث كبير عن هذا خصوصا من أضاف على ذلك أيضا اليوم في القمة الرئاسية بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أيضا استعدادات لوصول طائرة غدا فرنسية بالإضافة لسفينة عبارة عن مستشفى ميداني ستصل أيضا في محاولة لتخفيف وطئة الضغط الكبير على المستشفيات في قطاع غزة كان هناك تصريحات هامة اليوم عن 35 مستشفى في قطاع غزة بشكل عام 12 مستشفى من هذه المستشفيات توقفت تماما عن العمل وهناك بعض المستشفيات التي على وشك أن ينتهي منها الوقود تماما وستقف بعد ذلك أكثر لذلك الحالة هناك صعبة جدا يعني القصف من قوات الاحتلال ما زال يستمر خصوصا كلما هنا نحن نسمع في رفح والعريش أنا الآن في العريش ولكن على مدار اليوم نسمع في رفح والعريش القصف العنيف من قوات الاحتلال لا يتوقف فكلما دخلت المساعدات هذا لاحظناه على مدار الأيام كلما دخلت المساعدات إلى الجانب الفلسطيني كلما اشتد القصف أكثر على الأراضي الفلسطينية والأراضي وفي قطاع غزة تحديدا وصلت أيضا نسبة يعني الانهيارات 35% من المباني والبنية التحتية في قطاع غزة دمر تماما حسب أيضا حسب منظمة الصحة العالمية وعدد الأطفال الشهداء تعدى الألفين شهيد والشهداء بشكل عام تعدوا 6500 شهيد غير الجرحة العداد كبيرة جدا المستلزمات الطبية في نقص تام هناك أيضا ضغوطات كبيرة من كل الدول عن طريق مصر في محاولة لإدخال باقي المساعدات من خلفي الآن سيارتان بالفعل للإسعاف وصلت من المساعدات من إحدى الدول الشقيقة هذه السيارتان يعني أيضا تتحرك لمعبر رفح على أمل في يوم من أيام أن تدخل هذه الإصابات أو الحالات الحرجة ليتم إسعافها بهذه السيارات من خلفي وهي جزء من عدد كبير أيضا من المستلزمات الطبية والسيارات والكوادر الطبية التي وصلت لمطار العيش نعم جزيلي شكرا لك مرسل التلفزيون المصري كاريم بيبرس اشتركوا في القناة